موسيقى رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل ندخل بيوتكم نتكلم عن المتغيرات الحياتية اللي قاعدة تصير معاكم في مجتمعنا هالأيام هذي مثل ما تعرفون مشاهدينا بأنه كثير من الرجال لهم مهن متعددة ومهنهم أكيد ما تتعدى عليها الحريم لكن هالمرة هذي والمهنة هذي اللي رح نتكلم عنها تتعلق بالصيانة والدعم الفني للحواسب والأجهزة الذكية هالمرة هذي ضيفتنا هي فتاة دخلت هذا المجال وكسرت المعتاد وأصبحت بعد دراستها لبرمجة الحاسب مهتمة بالتقنية والصيانة والدعم الفني للحواسب والأجهزة الذكية رهف أجاوي هلا بك أهلا صحيح رهف كلمينا عن بداياتك إيش لهم بديتي في موضوع صيانة الجوالات والدعم الفني لها إيش هالشغف هذا إنك تصلحين أجهزة الكترونية يعني المنادي إحنا عارفين بأنها بس للرجال آه تمام آه هي بداية الموضوع كان يعني من الطفولة آه عارفة اللي أول ما جالك مبيوترات الكبيرة المنزلية آه يعني كان فيه حب الشغف واستطلاع إنك تفتح الجهاز وتشوف إيش اللي جوه إيش الشي اللي بيطلع قدامك كيف بييجي آه بس فكانت هاد البداية وبعدين بدأت إنه يعني أجهزة مختلفة أفكك وأشوف كيف من جوه أشكاله كيف كيف تشتغل كيف تتصلح فكان شي جدا جميل بعدين على بداية الجامعة آه كان عندي وقت فراغ مرة كتير فأكت حابة إن أستغل أسوي شي غريب فكان عندي أول ما جبت اللي هو الجوال آيفون 4 آه آه فتحته وبدأت أستطلع جوته وكانت تجيني مشاكل كتير إن أنا مني عارفة الجهاز جديد الأول مرة بيستخدم فكان صعب جدا إن أعرف لوحدة كيف تشتغل فبدأت أبحث وأبحث في مواقع وأبحث في الكتلوجات التبع وفي الدعم الفني وأتواصل مع الدعم على أساس إنه يدوني أفكار كيف ممكن أشغل الجهاز آه بس فتهلمت عليه وصرت آه يعني أقار بصحباتي وزي كده إنه أساعدهم في الموضوع ده وأنا كنت حابة إنه أنا أكمل في الموضوع ده فأستاذ عبدالله السبع الله عزيزا خير يعني آه قل إنه لازم تستغل الموضوع ده فأوسعي الموضوع وأبدأ يتعلمي بزيادة وبإذن الله يعني يكون لك مستدن فبدأت إنه جلست فترة أنا أشتغل في الموضوع ده جميل يعني هذه مهنة من المهنة النادرة إنه أمرأة تدخل في هالمجال وتفكفك جوالات أو كمبيوترات وتصلحها طب نوعية الخدمات بالضبط اللي تقدمينها للناس اللي يحتاجون مساعدتك هالأيام هذي وش هي أول شيء كثير بيعانوا إنه مثلا ما بيعرفوا شغلوا الأشياء معينة برامج تصعب عليهم الجوال ممكن يعلق فجأة هذي إنه بقدمها طبيعي كده يعني يوميا هالأشي هذي أيضا ممكن إنه مثلا الشاشة حقت الجوال انكسرت في قطع جوال تحتاج تغيير ممكن يعني تبدلي شاشة جوال آيفون وآيباد أيوة أيضا تبدلي شاشة جوال طب من وقت تجيب قطع الغيار هذي؟ آآ قطع الغيار شوفي أنا أول شيء كنت أروح محل معين اللي كنت صالح عنده أجيب قطع الغيار بعنين بدأت إنه نتعامل مع الناس إنه أجيبها بكميات شوية أكبر وإن شاء الله زفيا على المستقبل نجيب أكتر يصير إنه نتعامل مع موزعين جميل وإيش من خدمات بعد تقدمينها للبنات المحتاجين مساعدتك؟ آآ شوفي هو البنات إيش المشكلة إنه ما يقدر يودي جهاز عن برا بالضبط يعني هذي مشكلة كبيرة أفضل ما نتودي الجهاز لبنت صح أي فإنه عندها من هالدول إنه الكبينت أنا أديك هو أفضل تصليحي ليهما خصوصية تفضل فيه طب أنت أول كنت يتقدمي استشارات عبر تويتر مجانا كيف هالموضوع هذا تحول إلى مشروع صرت يتحصلين منه على دخل أو واحد تحصلين منه على مقابل مادي آآ أول شيء للآن ما زلت إنه أقدم مشروعات على التويتر وإنستغرام وفي عندي الأسك كله بعطيه يعني اللي بسألني وأجاوب عليهم عادي آآ فهو الموضوع إنه داد جمعي كمية بيانات كبيرة إنه إيش فيه مشاكل إيش ممكن أصلحه ما زلت أروح أتعلم يعني أشياء غريبة تيجي أحيانا حلو آآ فبتعلم منا فهذه الجبلة ما جبلوها بعد كده بيبدأ بيقوله المسلم إنه الجوال انخرب في شيء أو حاج أصير أقوله إنه لو تبيني أصلحه جيبي لي يا أنا ممكن أصلح لك يا عندي إنه ما يوفي عنه من على بعد طبعا أكيد وخاصة إنه إذا وحدة تبيت حافظ على خصوصيتها لازم تروح عند أمرأة زيها ولازم تتعطيك الجوال بيدك على أساس إنه على بعد أي مشورة ممكن هي تدخل شيء وإنت تقول لها شيء ثاني طيب في هالمجال اليوم قاعد يطور كل شيء وكل اللي تابعون يعني الحين شايفين إنه ثورة التقنية هذي كل يوم في شيء جديد وكل يوم في معلومة جديدة أنت كيف تتابعين هالتحديثات هذي كلها؟ بصراحة شوفي التقنيين جدا كثير على التويتر وعن الإستجرام فإنه تتابعي منهم فتسمعي الأخبار الأخيرة وكمان تمري على المواقع وتشوفي وبصراحة يعني أنا من النوع اللي أول ما يجي الجهاز في يدي اتفك أول شيء من قبل ما أجربه حتى من شاء الله عليك تحسين إنه المجال هذا للبينات السعوديات يعني مجدي؟ طبعا أكيد فيه بنات كثير جدا مهتمين بالتقنية فيه عندك الجاهرة القحطانية في الرياض فاتحة محل أوريدي بتصلح للبنات وفيه كمان مريم السبع أخطى أبدال السبع بعد الآن وفيه أعرف بنات بسمبره كمان وفيه بنات يعني على بسيط بس لسه ففيه مجال إنه يبدأ فيه إن شاء الله وعقبل بعد ما أشوف أنت عندك محل ومسر يعني لو احتجنا أي شيء نروح لك لمحلك إن شاء الله حياك شكرا رهف حبيبتي أعطيك ألف عافية شكرا على وجودك معنا يا رهف مثل ما شفتوا مشاهدين رهف أجاوة كانت معنا مهتمة ومتخصصة بفكتكة الجوالات وتصليحها والكمبيوترات أيضا فإن كل بنت تحب تحافظ على خصوصيتها أصبحت المجالات قدامها مفتوحة في أكثر من سيدة دخلت هالمجال ويمكن يتفوقون على الرجال ما زلت فقرات سيدتي مستمرة معاكم فاصل يقصير ونرجع لكم في سيدتي بعد الفاصل عبدالله الحماد منصق الحفلات في ضيافة سيدتي أنت متفوقة معها والطموحة معها أنت السعيدة معها الرابحة معها الرابحة معها معها أنت الشابة الدائمة سيدتي سيدة المجلة